سبحانه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نواصل التيطوريال Chapter 5 External Forced Convection نشوف الهيت لوس from a steam pipe in a windy air a long steam pipe steam pipe عندنا هنا ديمتر تبعها 10 cm whose external surface temperature is and I know the surface temperature passes through some open area that is not protected against the wind هذه البايف نعتبر أنها تمر من مكان تتعرض فيه للرياح هذه الرياح سرعتها temperature تبعها موجود المطلوب rate of heat loss from the pipe per unit of its length إذا اعتبرنا أن الطول تبعها L هو وديه 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 ودو وديه وديه ودو الريت ู درجة حرارة 60 عن طبعاً 1 أتموسفر نطلع للجدول 15 A15 نطلع منه والكاينماتيك فيسكوزتي والبرانتل تايبل 15 بما أنه عندنا الهوافة عندنا البروبرتيس of air at 1 أتموسفيريك بريشا temperature هي 60 أشو نطلع نطلع اللي هي ونطلعنا thermal conductivity طلعنا dynamic فيسكوزتي وطلعنا البرانتل هلو ودنا نحسب الريناولز نمبر الهايدروليك هنا الهايدروليك دياميتر هو الكاركتيريستيك لينكث هو الدياميتر تبع البايف الهواء هنا يجي يضرب على هذا البايف فبالتالي الدياميتر الخارجي تبعه كام والدي الفلوسطي معروفة 8 متر بير سيكنت والنيو طلعناها من الجدول إذن إيش الريناولز نمبر صار معروف بالنسبة لل هلو ودنا نجيب الريناولز نمبر من السيليينب بالنسبة للسيليينب معروفة القانون تبعه نجيب المثور في الدلالة الريناولز نمبر البرانتل فقط الريناولز نمبر و البرانتل فقط إذن نجيبنا نسيليس المثور نسبة الح حيث ترانسفور كيفشيونت الـK Thermal Conductivity طلع عنها من الجدول هنا الـDiameter تبع الـPipe النسلت اللي حسبناها من شوية إذن هذا هو الـHeat Transfer Coefficient Then the rate of heat transfer from the pipe per unit of its length قلنا الطول تبعه هنا نفترض أنه الطول تبعه L وقلنا حان نعطيها 1 meter صار ممكن نحسبهش صار ممكن نحسب السيرفيس أريا السيرفيس أريا سوف نحسب المساحة السطحية لهذه السلندر نأخذ الـPipe النسلت ونضربه في الطول تبع السلندر الطول تبع السلندر قلنا حان نفترض أنه يساوي 1 meter والـDiameter 0.1 10 سنتيمتر إذن عارفين المساحة السطحية وعارفين الـH وعارفين وعارفين الـT Infinity اللي هي الـT Infinity موجودة عندنا هنا 10 والـT Surface اللي هي 110 إذن صار عندنا الـQ 1.093 كيلووات أو 1093 وات rate of heat loss rate of heat loss from the entire pipe can be obtained by multiplying the value above by the length of the pipeline in meter لاحظنا نحن افترضنا هنا أن الطول يساوي 1 meter فأنت إذا قال لك أن الطول هنا أنه يساوي مثلا 20 فأنت هتقول لك الـQDots اللي انتقلت تساوي اللي هي 1093 نضربها في الـL اللي هي كام عندي هنا قلنا 20 إذن فقط إذا أعطاك الطول فأنت تضربه فقط في هذه الكمية اللي هو الـQDots في الطول معين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته